فعلا؟ فعلا؟ هو بس أنا عايز أقول موضوعاً أن كل لعب يعطف قدرة مفردة مش بس في المعسكر المغلق اللي هو استعداداً للبطولة النهائي البطولة لكن ده منهج الأنادي الأهلي بيعتمدوا في كل المعسكرات المغلقة سواء كان بيلعب مطشط مهمة في الدوري أو مطشط في البطولة الأفريقية المسحة الطبية بقى اللي اتعاملت لمحمد شريف لعب الفريل الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جات للأسف شديد جداً إيجابية اللعب هيخضع بالفعل البرنامج علاجي وفقاً للبروتوكول الطبي الخاص بوزارة الصحة ونتمنى له طبعاً ألف سلامة ومحمد يمكن كان رجع انتظم في تدريبات النادي الأهلي خلال الأيام الأخيرة بعد ما انتهت فترة إعارته لصفوف نادي أمبي وقدم موسم أكتر من رائع على الحقيقة كمان مفروض أنه إن شاء الله هيخضع اللعب لمسحة طبية جديدة خلال الأيام اللي جاية بعد ما ينتهي من البرنامج العلاجي الخاص ببروتوكول وزارة الصحة ألف سلام عليك محمد وإن شاء الله بإذن الله أنا متوقع ومستبشر خير جداً محمد إن شاء الله هو الحقيقة كل لعدة النادي الأهلي سواء المعارين اللي رجعوا الفريق مرة تانية أو الصفقات القدر نادي الأهلي إدارة الأهلي إنها تحسمها أعتقد إنها كلها صفقات قادرة على إنها تصنع الفارق وإن شاء الله بإذن الله يكونوا إضافة قوية جداً لنادي الأهلي